واتشتوكس ديجين لعبة أكشن ومغامرات من يوبيسوفت هي الأستار الثالث من سلسلة واتشتوكس واللعبة شوقت لها يوبيسوفت كثير مع وعود بحرية وتنوع أكبر الدور أحداث هذا الجزء في مدينة لندن المستقبلية وفي عالم تسيطر عليه الأجهزة الذكية والمحمولة والدرونز وكاميرات المراقبة والسيارات الذكية في هذا الجزء نرجع ونلعب بمجموعة ديتسك لكن مش بالطريق المعتادة فمن اللحظات الأولى بتوفر لك اختيار شخصية من عدة شخصيات متاحة كل واحد فيها لها خصائص ومميزات ومهارات مختلفة ويضا خلفيات قصصية متنوعة مع بداية اللعبة بتعرف أن مهمتك هي اكتشاف المسبب لهجمات تفجير صارت في لندن وتم نسبها ظلما لمجموعة الهاكرز ديتسك وهي في الواقع من عمل مجموعة ثانية تدعى زيرو داي واستغلت قوات الحكومة البريطانية ألبيون الأحداث للقضاء على أعضاء ديتسك واحدا يلو الآخر وإحكام سيطرتها على المدينة بالكامل وهنا تبدأ مهمتك بعادة إحياء مجموعة ديتسك من الصفر عبر تجنيد العديد من الشخصيات في عالم اللعبة القصة قدمت بطريقة ممتازة بأحداث مشوقة ومفاجئة أحيانا عشان تحافظ على رغبتك لمعرفة المزيد وراء كل حدث في اللعبة جميع الشخصيات في المدينة قابلة للتجنيد لكن أفضل لك تحدد من تحتاجه أي شخص بيفيدك مهاراته أكثر كل شخصية لها متطلبات خاصة عشان تنضم لك مثل أداء مهمة أو عدة مهمات الصالحة عشان ينضم للفريق تتنوع مهارات الشخصيات حسب وظائفهم بطريقة مميزة وهالشي يضيف عمق أكبر في اللعبة فمثلا لو جندنا محامي للفريق بنتمكن من تحرير أي شخصية من فريقنا تكون الشرطة قبضت عليها بشكل أسرع وتجنيدك لطبيب بيساعدك على علاج الشخصيات المصابة بوقت أسرع وتجنيدك العامل بناء بيوفر لك خيار استخدام طائرات الشحن الصغيرة للتنقل اللي هي الدرونز وتجنيدك للشرطي من ألبيون بيسمح لك الدخول لمقرات الشرطة بشكل أسهل الأمثلة ما تنتهي من أنواع الشخصيات اللي تقدر تجندها النظام عميق وممتع يعني مثلا لو جندت واحد تقدر عن طريقة تجند عائلته وأصدقاءه والعكس صحيح فمثلا لو واحد رفض ينضم لك تقدر تقنعه عن طريق أنك تجند أحد أصدقاءه أو أفراد عائلته بخصوص الشخصيات اللي تموت وين تلعب اللعبة تعطيك خيارين أما أنهم يختفون فترة بعد موتهم ثم يرجعون ويتوفرون لك مرة ثانية أو الخيار الثاني واللي شكل تحدي أكبر هو أن موتهم يعني نهايتهم وما يرجعون لك أبدا وهنا لازم تعتمد على باقي الشخصيات عشان تنهي اللعبة ولازم تفكر بهالقرار بشكل جيد لأن لو ماتت شخصية بيحقدون عليك أهله وأصدقاءه وبيصرون يكرهون مجموعة ديتسك تقدر تسوي ترقيات مختلفة للقدرات عن طريق انهاء المهمات والحلو في نظام الترقيات في اللعبة مثل تطوير الدرونز والأسلحة أنها مشتركة بين كل الشخصيات فلو ماتت شخصية ما رح يأثر هالشي على البقية أعجبنا طول القصة بشكل عام خصوصا كيف فيها تنويع وتدرر جميل في الأحداث القصة بشكل عام مقسم الفصول كل واحد منها يخص حدث معين مثل فصل بيكون الحل مشكلة مجموعة زيرو دي فصل آخر للمواجهة مع شرطة ألبيل نقدر نقول أن المهام تنقسم لثلاثة نواع وهي الأساسية ثم الجانبية ثم مهام التجنيد طبعا المهام الرئيسية هي مهام القصة وأثناءها بتقابل شخصيات بتعطيك مهام جانبية وبتحصل من خلالها على فلوس ونقاط تقنية وأخيرا مهمات التجنيد وهي اللي تخص محاولة تجنيد بعض الشخصيات القابلة للعب مدينة لندن مبهرة بتفاصيلها وهنا انشيت بالستوديو التطوير اللي نجح في تقديم عالم حي ومتفاعل فكل شيء في الطرق يعج بالحياة من سيارات كثيرة ومدنيين يقومون بمختلف الوظائف والدرونز المختلفة تحلق فوقك لشحن البضايع والتفتيش الرهيب أن كثير من الأشياء الموجودة في اللعبة موجودة لسبب فإذا مريت بأحد الشخصيات في المدينة وظهر عليه الحزن وهكرت جواله تكتشف هويته بتتفاجئ أن هذا الشخص عليه ديون كبيرة ولها السبب هو حزين وقص على ذلك مع آلاف الشخصيات الموجودة في اللعبة وهالشي يزيد متعة الاستكشاف في المدينة طبعا المدينة فيها فعاليات كثيرة تسويها مثل حلبات القتال وساحات استعراض ومهارات كرة قدم وحتى الرسم على الجدران اللعبة أتقنت استغلال أجهزة الجيل الحالي فقدمت لنا مدينة مميزة من عالم مليء بالتفاصيل ورسوم جذابة رغم قلة تفاصيل وجوه الشخصيات لكن لندن مذهلة في الليل مع تقنيات الإضاءة الجميلة ومؤثرات الأمطار طبعا فتح المناطق موجود هنا كعادة ألعاب يوبيسوفت لكن لا تخافون هالمرة ما في أبراج لكن بيتم فتح المناطق عن طريق تأدية ثلاث مهمات بسيطة ومنوعة وتختمها بمهمة أخيرة مميزة مثل مطاردة السيارات في المهمات أسلوب اللعب ينقسم بين قرصنة وتهكير الحواسيب والكاميرات واستخدام التقنيات المختلفة للتسلل وإنجاز المهام بالتخفي وطبعا بين الهجوم بالأيدي واستخدام ترسانة الأسلحة اللي عندك لدخول المقار الأمنية الخيار متروك لك تحب الهجوم المباشر ولا تحب التخفي والتجسس كل مهمة لها عدة طرق عشان تنهيها وفي مهمات معقدة ممكن يكون حلها بسيط إذا عطيتها وقت وفكرت فيها وخططت بشكل جيد مثلا في أحد المهمات كان علينا اقتحام مبنى أمني شديد الحراسة فاخترنا طريق بديل هو الطيران بدرون للسطح وانزال عن كبوت آلي دخلنا فيها المبنى وصرقنا المعلومات بكل هدوء تقنيا اللعبة قدمت أداء مستقر في أغلب الأوقات لكن أثناء اللعب علقت اللعبة علينا مرتين بالإضافة لبعض المشاكل اللي ممكن تعيقك من إنهاء بعض المهام مثل اختفاء شخصية مفروض منك تقتلها أو موت شخصية كان عليك تلاحقها فتلقى نفسك عالق في مهمة بدون خيار لإعادة ملف الحفظ أو المهمة لذلك تضطرنا نسوي إعادة للعبة عشان نعيد المهمة من البداية اللعبة بكل صراحة متطلبة جدا ومتحمسين تجربتها على أجهزة الجيل الجديد اللي أكيد بتكون أفضل في تشغيلها وما ننسى الإضافات المؤكدة لنسخة الجيل الجديد مثل الريتريسينج نقطة مهمة أخيرة لازم نذكرها ونهنع يوبسوفت عليها وهي التعريب طبعا هم معودين دائم على تعريب كامل للنصوص والقوائم وبخصوص القوائم فهي بتظهر بمحاذاة على اليمين بشكل رائع وكأن اللعبة صممت خصيصا للغة العربية وما ننسى جمال الخط العربي وكونها بحجم مناسب وسهل القراءة لذلك عمل رائع يا يوبسوفت Watch Dogs Legions لعبة مميزة بالاتقدمة من حرية كبيرة وتطبيق متقل للخيارات وخواص التجنيد خيار أكشن ممتع وواحد من أجمل ألعاب السنة أكيد اشتركوا في القناة